أخ كريم سمحني برك ممكن بلك تسمى جثني فكرة وانت تتكلم هكذا برك ممكن تسمى باش نزيدوها في النقاش تعنا باش نثريوها باش نحاولوا هو انه في النهاية نخرجوا بأشياء اللي هي المهم تفيد الاخوة اللي راهم يتابعوا فينا المهم نذكر برك الاخوة اللي ربما راهم التحقوا بنا او حتى الناس اللي راهم كانوا يتابعوا فينا احنا ما رانيش دي سبيسياليست احنا راني نقش في الموضوع ناس شعبيين مواطنين مستهدفين من هذا الفيروس بالتالي ذوك مكانش قل جيها واحدة برك اللي راه خاص الموضوع احنا راني نتناوله في هذا الموضوع فقط برك حبيت علاجة باش نشير الواحدة النقطة كاين بعض من الناس ما مش كل الناس اللي راموا ما عندهم هذ الفكرة هذا كاين بعض الناس اللي هو ذلك مثلا يراهن على فشل الوزير وعلى فشل المنظوم الصحية وعلى فشل تبور وعلى فشل النظام في قضية هذين تاع كورونا من اجل اسقاط النظام انا نقول لك على المباشر روح شوف مستشفين مرض عقلية للناس اللي يفكروا هكا خطر الى درك هذا الفيروس هذا ما راهوش مصنع في الجزائر ولا راهو جخص يصن للجزائر هذا الفيروس راهو مص العالم باسره لم يستثني اسرائيل لم يستثني امريكا لم يستثني فرنسا لم يستثني الاغنية ولم يستثني الاصحاء ناس كاملة راهو جاسا الفيروس هذا الا ما راح يمربي بالتالي يذرك احنا لازمنا اول شي نتجاوزوا هاد المحنة لانه هذ الناس اللي راهم رايحين يموتوا هذو راهم ارواح ترك مسؤولة اليهم لما تكون انت بهذا المنطق انت على مبالات وانت على الاستهتار وانت على المراهنة على اسقاط النظام على حساب الارواح انت على الناس هذا انسان مجرم ما عندي اش حاجة واحد اخرى تقولها له مجرم بكامل الاوصاف تعوي ولحقت الناس الواحد الاشياء يعني تغلث نعم النظام ننتقده نعم النظام راني نحوسه نغيره راني نتكلمه فيها بالصوت وبصورة ولكن الخطر هذا راهم متعرضت له العائلة انتعنا متعرضين له الاصدقاء انتعنا متعرضين له الاهالين توعنا متعرضين له الناس كل الناس اللي نحبوهم والناس اللي نكرهوهم راهم ناس كامل راهم متعرضة لهذه المسألة احنا درك كيفاش احنا نمنعوا الجزائر من كارثة الناس اللي راهم دركهوما عندهم صفحات ورام عندهم مواقع وعندهم تأثير عن القناعات انت عن الناس دعاة اعلاميين مشاهير حاولوا هو انه تساهموا في التوعية يا اخويا على الاقل اذا ما قدرتش انت تتوعي الناس والله ما عندش القدرة على جل باش انت تتقنحهم على الاقل ما زيش تبث السمو منتعك ما زيش تبث السمو منتعك لانه كان الناس اللي راها تموت راها الناس تدفع في الثمن راها ارواح راها في حديث من اعانى على قتل مسلم ولو بشق كلمة هذه راها اعانى على القتل من اعانى على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء به يوم القيامة مكتوب على جبينه ائس من رحمة الله راها الناس تموت ما تلعبوش بالارواح انتع الناس كي الناس راها ماتوا بهذا الاستهتار راها ماتوا بهذه المبالات ما اعجبناش وزير صحة يتزمعهم يروح ولكن صحة الشعب صحة انتع مواطنين احنا ما راناش ندفعو فيه على جلبش هو يبقى في الوزارة والله رانا اقال وسموه على جلبش احنا كي احنا ننتقدو احنا يروح للبحر وهو بتبون بشنقر يحبلي معهم ولكن صح انتع شعب 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 راهو معرض الاخطار اذا كان بقى تمشي الناس بهذا الاستهتار وبهذه المبالات والله العظيم اراني قلتها بالصوتي والصورة اراني شافي حتى التسجيل اللي تكلمت فيه يوم ارجع شوشان البلاد قلتلكم الشي اللي راك متشوفو فيه راها غريب والله 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 يالو كان يكون فيروس حقيقة انتع كورونا مع هذه الحالة انتع الاستهتار ومع هذه الحالة اللي را عيشتها البلاد الناس لحقوه حتى يتاجروا بالاكسجين والله نتولي وتشوفوا فيهم مرمين اموت جثث والناس هاربع اتقيوا ربي اتخافوا ربي رحم خوتكم جزائريين والله العظيم ارحب الجزائر وحب الخير لهذه الشعب يولره وخلينا نتكلمه انا راني بعيد رغم انه راني فرعنا في قلب الوسم والطوفان هذك بسحرة وربي عاطينا القوة وعاطينا الوسم والله لا لابلي به رغم اني ماني مريض ولا واحد تمس من اولادي ولا كذا نزيد نطمن الاخوة اللي ربا مرهم الله ايلي شوفوا يقول لك بالاكل دار الفاكسان والله ما مستني شعره والله لا لابلي به يعني نفسيا ماني خايف منه ولا لابلي به ولكن مع ذلك كاينة اجراءات راه من الناس يديروا فيها من الاخي الصائيين والله اقتنعت انا شخصيا باش ندير هذا الفاكسان على الجل باش الواحد يفيتي ريسك ومأمن بلي لما تلحق الساعة تلهك لكن باش يلحق الواحد يولي يتمنى سقوط انتع نظام لما هو يعجز في معالج انتع امر كما هذا يا اخوين سمع شغل انترك حاب توصل للسلطة ولو على جوثث انتع شعب اكثر اجراء من من هذا النظام اكثر اجراء هذا تبون قال را هو داد رام الشعب و راح دوا بهم وشين قريحة را هو در بهم لي قالوا انت را كتحوس تصل السلطة على جوثث الابرياء يا صاحبي حال انه بليس يا صاحبي حال انه بليس خوطنا واعيهم ديروا الفاكسان وديروا هذا الواحد الأشياء هذه اللي هي تقلوا منها تقلوا من الحدة هذه نتاع الفيروس واللي كتبها ربي كتبها عاونوا بعضكم البعض احنا ما راناش نديرو في الدروس نتاع طب ورانا نتكلمو لكم احنا نعطيو لكم في التحليلات ولا رانا نديرو فيه اشياء رانا نتكلمو في كلام عام اي مواطن جزائري يقدر يقولوا ورانا نساهموا لانه كي ان بعض الاشياء ما يقدروا شيفوتها في القنوات الفضائية وكي الناس للأسف الشديد من الناس اللي هما من ادعية تاع المعارضة للأسف الشديد ما يتحلوش بالموضوعية ما يتحلوش بالموضوعية هاني قلت هنا الوزير يروح يطبل بس حي الشعب علاه اي قادر غدوة اخوك يموت قادر غدوة بنعمك يموت قادر غدوة يكون صاحبك يموت علاه ذرك واحد كي ما ذرك هذا اخي الأعماره بيد الله كل نارنا نموت علاه انت ذكي يروح لك واحد انت كي ما ذرك هذا سليمان بخليلي طاقة طاقة من الطاقات اللي قادرة تستغل في باب من الأبواب ورهمته ذكاتي رهمته ناس اللي احنا محتاجينهم علاه لانه من هذا الاستهتار الناس تستهتر بعضها البعض قادر ذكره واحد اعداه انا اسمعت له شحل من مرة هو يتكلم مسكين على هذا الفيروس بالذات وهو يطلب من الناس على جلبه شوما يسارعوا ويديروا الفاكسان ويروحوا الناس يستعملوا هذه الوسائل التباعد وكذا هذا سليمان بخليلي يا ربي يرحمه والشي اللي كان خايفه منه طاح فيه لماذا؟ لانه من جهة واحد اخرى قادر تكون انتا رك انت محتاط وراك انت دير حساباتك ولكن الاذي يجيك من ناس اخرين حنا رانا نقول لكم هايين تعاونوا لما انتا ذكي تكونوا في عشرة فاكسيني ها؟ على الاقل رانا منقصين الريسك لكن لما تكون انتا واحدك وناس الاخرين قادر ربما انتا هذاك اللي رك دير الفاكسان ممكن بلك لعود يمنعك ربي والاخرين اللي هم راهم مستهطرين قادرين يقادرين يرحوا لذلك ما تلعبوش خاصة الناس اللي راهم عندكم مولديكم امراض واحد عنده السكر وواحد عنده مرض القلب وواحد عنده امر واحد اخرى ما تلعبوش خاصة الشباب راهم كان بعض من الشباب اللي ما تسمعوا لهم والله العظيم غير ربي اللي على بله بالعقلية انتاهم ما تلعبوش بالموت والله العظيم يا الانسان اللي يموت له باباه وتموت له امو والله غير الماكلة امرارك في فمك والله تعشي تبكي بالدم ما نتمنى هذا حتى واحد منكم سواء الناس اللي راهم في الداخل او الناس اللي راهم في الخارج ما نتمنى هذا حتى واحد منكم ولكن احذروا ما تلعبوش راهم الناس مستهدفة في الارواح انتاهم والروح عند ربي راهم عظيمة واللهتك انتا هذه الارواح راهم عظيمة عند ربي راهم الانسان اللي يشارك في القتل او يشارك في الاعانة انتا عن الناس اللي راهم يساهموا في القتل انتا ناس معرضة للقتل وانت تعاون فيهم تعاون فيهم الانسان اللي راهم يدرك هو راهم يتاجر بالاكسيجان هذا نفس الشي راهم هو مساهم مساهم في قتل الناس لانه هو ربما راه واحد هو محتاج وراهم يدرك هو جاه كالشيطان في الباب هذاك راهم محتكر هذيك السلعة هذيك لانه راهم يشوف الناس باللي راهم تطلب فيها يلا كالبروفيتي لوكازيون الناس راهم تطيعها الاكسيجان يلا وهذا مش جي هو مش قزوز هذا راهم اكسيجان راهم راهم قادر يبتليك ربي وراك التعشي نفس النفس وما تلقاهاش راهم قادر يبتليك ربي هو يحشموا هو خاف يا ربي يا مسلمين راها ارواح معرض الخطر ورانا ننصحوا فيكم لوجه الله ما لازمش تلعبوا بالارواح الانسان اللي راهم ينتقد في النظام من حقك باش تنتقد ولكن اخويا دير احتياطات راها موجودة في دول رانا عايشين في دول وراها الناس دير في احتياطات تاها اعلى انا نكون نمشي نروح ندخل المركز تجاري ندير الماسك ومن بعد انا نقول الجزائريين انا او ما تديروا شعل يا راهم او مصرحية متلعبوش بالارواح فضل الاخ كاري ما ذيرك احنا ممكن نعرض السلطة في امور لكن ابناء النظام وابناء الشعب متمنى الشعب تعنا والوطن تعنا ابناء الوطن وابناء الشعب متمنى الوطن تعنا والشعب تعنا انه يزدهر في كل المجالات والنظام هذا يبقى نعرضه هذا امر سياسي امور واحد اخرى نختلفه معك في امور ممكن نتفق في امور لكن الشيء اللي لازم نتفق عليه انه جزائر جيتها جائحة سامحني برك الاخ كاريم نشوفه ترى هذي قال كمي تبون ادي كولول جيغي على ميور سيستام دو سانتي دون المونت يقول على رحو يقول على رحو تبون راها ويقول وش حب لازم الناس يتفرق الاخت الكريمة بين الوضع الصحي نتاع البلاد اللي راح موجود في البلاد والنظام السياسي هذا راح وضع راح عايشه العالم مش غير الجزائر راح دول مثل امريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا ايطاليا واسبانيا وهلما جره عندها انظمة صحية بعيدة بزاف على البلاد ولكن مع ذلك ما منحش على الجلبة شوي يوصل هالفيروس بالعكس دي جارة بدا عندها الصين وراه بدا الفيروس عندهم وراه الحق لنا هذا الفيروس هذا راه لم يستثني الناس اللي عندهم هم ارهم عندهم مستشفية كبرى الشعب كان قبل ما يوصل تبون للحكم والشعب سيبقى بعد تبون لازم ننفرقوا بين النظام السياسي وبين ارواح انتاع الشعب ارواح انتاع الشعب عزيزة علينا والنظام يذهب يروح الجحيم هو باللي فيه لازمكم تفهموا هذه المسألة فانتي ما عليش الاخت الكريمة شوفي احنا احنا نفرقوا بين المعارضة انتاعنا للنظام والمعارضة انتاع الشعب لازم الناس تفهم لازم الناس توصل لهذه القناعة فرق بين المعارضة انتاعنا للنظام معارضة الشعب فالان الارواح انتاعنا والارواح انتاع شعبنا اراها في المحك فلازمش الانسان يلاب نعارضوا تبون وسنبقى نعارضه وسنبقى نعارضه وسنبقى نعارض النظام اليوم غدوة الى غاية هو انه ترجع الامر لنصبتها يرجع للقطر للسكن تاوي ما نعارضه من اجل المعارضة لكن ما لازمش واحد يستغبينا بالمعارضة انتاعنا او يستغلنا عن اجل البشحنان واللي ينصروا مثل القوم يخربون بيوتهم بعيدهم لا ارواح انتاع الجزائريين الان راح على المحك نطلب من خوتي الجزائريين والجزائريات لا سيما من الجمعيات الخيرية اجركم على الله ما تنتظروا من النظام حتى شي اجركم على الله راح الانسان اللي انقذ روح ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا راكم مسلمين طلبوا الثواب من عند ربي عودوا ارجعوا مثل ما كنتم في الايام لولا انتاع الكورونا اذا كان شافوا الاطباء وشافوا الناس اللي را عندهم الوضع الصحي را عندهم الصورة كاملة شافوا باللي لازم يعودوا ديرو حجر صحي ديروه رغمه ماء حرار فيه ما نشح ندوك احنا رانا ننقسوا عليكم والله احنا نعطيوكم في الاوامر والله احنا رانا ننشيخوا عليكم احنا رانا نشوفوا ربما كان اشياء اللي انتم تشوفوهاش لانكم راكم تحت الضغط اذا شفتوا باللي لازم الناس تعاوني ترجع للحجر الصحي ديروه ثم راكم تقدروا الامر هذي في المقابل هذا الناس اللي راهم في الجمعيات عودوا ارجعوا مثل ما كنتم في الاول الناس اللي راكم قادرين تعاونوا الناس والله اذا كانوا قادرين تفتحوا مثلا اماكن اللي كان فيه اكتظار في المستشفيات والله ديروا اماكن اماكن را عندكم عدة خيارات راهم كين فنادق كين مدارس اخي الان راها الناس في حال ان تعاونوا هذي قادرين تخصوا بعض المدارس والله اماكن فنادق يسيدي حتى اذا تطلب الامر الجوامع ها يسيدي را عندكم عندكم اماكنوا انه الناس تساعدوا خاصة هذي الناس اللي راهموا هما متعرضين للموت واجركم عند ربي ما تنتظروا من النظام حتى حاجة الى كان قدرتوا على جلبة اشتعاونوا هذي المرضى بدون ما تحتاجوا هذا النظام ديروك شغل ما كانش اذا كان الناس راهم سهلوا لكم وراهم ذركوا هما ناس تعاملوا معاكم ايجابيا وقال مثلا اعطاوكم مواد التنظيف ومعنى بنيشان او الاكسجين فبهوان يعمل المهم عاجة تخفوه على الاسمه وساهمه وكل انسان يا سيدي اذا كان انت ما قدرتش تعاون على الاقل احكم فمك على الاقل احكم فمك قل خيرا او اصمت خلي الناس را تخدم الناس را تسموها قاعدة صاحبي انتايا ماك تدير في الفاقصة ماك تعاون في الناس وزي تمنع في الناس يبخالون ويأمرون الناس بالبخل يحشم على عرضك يا صاحبي معذير الاخ كريم مراني ساعة اني نفعل هكذا وتفضل الاخ كريم ماذا